فيما تنتهي مهلة سحب الترشيحات الانتخابية منتصف ليلة الأربعاء الخميس 28 مرشحاً من مختلف الدوائر أعلنوا انسحابهم حتى ساعات بعض الظهر في حين تم تسجيل 15 لائحة انتخابية فيما اللافت أن هناك ثلاث دوائر لم يتم تسجيل فيها أي لائحة حتى الآن وهي بعلبك الهرمل، بعبدة، شوفوا علي علماً أن مهلة تسجيل اللوائح تنتهي في الرابع من نيسان وبالعودة إلى المنسحبين في الأسماء البارزة حتى الآن هي ساركيس ساركيس الذي كان مرشحاً عن المقعد الماروني في المتن الشمالي وهو كان يخوض مفاوضات مع أكثر من جهة للانضمام إلى اللوائح نبقى في المتن مع انسحاب كل من غسانم خيبر المرشح عن المقعد الأرتدوكسي ووليد أبو سليمان المرشح عن المقعد الماروني ما شكل ضربة للمعارضة في هذه الدائرة ومن أبرز المنسحبين أيضاً رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد الذي كان مرشحاً عن المقعد الكاثوليكي في الشوف وقد أشعل ترشيحه وتبنيه من الحزب التقدمي الاشتراكي خلافاً كبيراً بين الأخير والقوات التي كانت دعمة مرشح الأحرار فادي معلوف لهذا المقعد خلافاً لم يؤدي إلى طلاق انتخابي بين الطرفين بل سوية على طريقة انسحاب عربيد والاتجاه لتثبيت التحالف بين القوات والاشتراكي والأحرار في هذه الدائرة وفي بعبدة فهل من قطبة مخفية أو تدخل خارجي معين أعاد القوات والاشتراكي معاً؟ أم هي الحسابات الانتخابية وإدراك الطرفين أنه مائل إلا بعض هو الذي أدى لهذه النتيجة؟ هو تنسيق سياسي وليس فقط انتخابي يقوم على أساس صلب تاريخه والمصالحة التاريخية التي حصلت في الجبل أستطيع القول أن الأمور تتقدم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق الانتخابي بيننا وبين القوات اللبنانية وأطراف أخرى في جبل لبنان الأمور أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز الكامل باقي المناطق لديها اعتبارات خاصة تناقش بحيثية الخاصة شكراً الاعتبارات الخاصة التي تحدث عنها أبو فعور ليست إلا الاعتبارات السنية في البقاع الغربي فآخر المعلومات تؤكد فرط التحالف بين القوات والاشتراكي في هذه الدائرة والسبب رفض الشارع السني لأي تعاون مع القوات ما دفع بالمرشح السني محمد الأرعاوي لوضع فيتو على أي اسم قواتي أو تدعمه القوات على اللائحة التي تضمه مع وائل أبو فعور الاشتراكي الذي يرى أن مقعد أبو فعور مهدد من دون الأصوات السنية ضح بالتحالف مع القوات حيث الاتجاه لتشكيل لائحته الخاصة مع الإرعاوي والجماعة الإسلامية في حين على القوات البحث عن حلفاء لها للتمكن من تشكيل لائحتها الخاصة في هذه الدائرة ترجمة نانسي قنقر